الفيديو السادس من محاضرات الارم الفيديو رقم 34 على ما اعتقد من محاضرات الابرلم الرابط مع المحاضرات كاملة بالأمين الشاشة ادخل عليها وتعرف على شنو المحاضرات الموجودة هنا هاي اول نقطة نقطة ثانية اليوم حديثنا رح يكون عن الكلينيكاو كوريليشنز اوف ارم تعرف على بعض المفاهيم البسيطة ولكن لها اهميتها و رح تنفعنا جدا بالكيسز اللي رح نحلها بنهاية حديثنا عن الابرلم كله تابع الفيديو موسيقى 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 مساء وجود بناتكو اللي قايت تابعوني مثل ما اعرف بداية الفيديو انه اليوم رح يكون حديثنا عن الكلينيكاو كوريليشنز احنا الكلينيكاو كوريليشنز اه بالانوتومي ما نتعمل معها بشكل كبير جدا لانه هي وظيفة ال يعني اساسا رح تحدث عن كلينيكاو كوريشنز والكيسز بنهاية حديثنا عن الانوتومي بالنهاية انه لما نكون ان يعرف كل الاناتومية في ابرلم رح اصير اتحدث عن كيسز ويؤسم علي كوستشنز وكل هاي الامور ولكن الان انه لازم ناخذ افكار لازم يكون اكون نوعا ما ربط بالكلينيكال وايضا انه اكون اشياء رح نتعرف عليها بالبراكتس انه لما يصير عندنا براكتس و لما نكون ندخل يعني بالفزيكال فرح نتعرف اكثر على الالكلينيكال كورليشنز والالكلينيشن بشكل عام والربط الاناتومي مع الكلينيك بهذا المعنى تابع الفيديو الكلينيكال كورليشنز اول نقطة انبلش بيها هي البيسيبس اه مايطاتك رفلكس اه طبعا البيسيبس احنا نعرف ان البيسيبس او كفلكشن او كفلكسرز فالبيسيبس رح يكون المين اه المين روتس مالاتها اه سي 5 سي 6 اه يعني رح اقيس من ادها اوكي الفانكشن اوف سي 5 سي 6 يعني سوبرير اترانك رح افهم منها انه سوبرير اترانك هل بي انجري هل صار بي اي دامج لالفايبرز ماتة فهذه الحالة اللي رح استفيد منها من الفانكشن لما اريد افحص الفانكشن اوف بايسيبس هاي اول نقطة النقطة الثانية انه اني مو فقط يعني افحص الفانكشن انه عن طريق فقط انه تعمل اه فلكشن او تعمل كونتركشن البايسيبس لا اكوشي اسمه المايتاتك اه رفلكس المايتاتك رفلكس مثل ما قاعد نشوف انه الشخص رح يخلي ايديه الصبعة على الا 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 كنتر كنتركشن يعني كنتركشن ما يقدر يتحكم بالبايشنت فراح يعمل كنتركشن. انا شنو لي استفيده من هذا الشي يعني انه اذا فحصت وشفت انه البايشنت عالي كل شي يده تمام وانه عمل كنتركشن وكان رفلكس ماته تمام صحيح. راح استفيد من عنده انه راح افحص بعض من الفايشنز الموجودة عند هذا البايشنت. انه مثلا اه اشياء بالبراين اشياء بالسبينا الكورد. اشياء يعني كنيرفس او كنيرولوجيكال. اه يعني اشياء عصبية. اوكي يعني انه شنو السلامة العصبية. بهذا المعنى. اه بشكل امر راح اعرفها عن البايشنت. تفاصيل كثيرة راح نتعرف عليها بالمستقبل ولكن حبيت فقط انه نعرف من خلال هذا السلايد. انه اكو شي اسمه بايسوس ما ياتاتك رفلكس وايضا اكو نفسه بالني انه اكيد شايفيها انه لما يضربون بالني بالركبة انه تصير الصير يعني تعمل وتضرب الطاولة وفي تشيء اكيد شايفيها في هذا الفانتاستيك فور. اه هذا اللي يصير هي شيء كله صخري فاكيد هاي شايفيها. اه فهذا هو اه وهذا هو وهذا هو البيسيبس ماياتاتك رفلكس. اه البيسيبس انجريز. اه البيسيبس انجريز راح نتعرف اول شيء على البيسيبس تندينايتس. بايسيبس هي عضلات البيسيبس. تندينايتس. تندن معنات اه معنات وطر هذا التندن. تندينايتس معنات التهاب بالتندن. فالان الاتحاب قدنا راح يكون باللونج هاد اوف او بالتندن اوف اه اه اوف 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 بايسيبس. فهذا التندنايتس انه عبارة عن اه ماينكرو تيرز. يعني انه تمزقات تكون صغيرة جدا بالتندن. بهذا التندن. بالتندن اوف 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 انه مثلا انت اه من جرحت وصار الجرحمالتك اه بينفول يعني مؤلم يعني عندك بين عندك الم. ولكن نقول تندرنس انه معناتها من اجي اضغط عليه يكون اه مؤلم بالنسبة لك. فبالنسبة لي البيسيبس تندينايتس انه راح يكون تندرنس يعني فقط من اضغط عليه راح يبلش انه يصير مؤلم عندك. بهذا المعنى فهو مو بينفول ولكن تندرنس انه مجرد اضغط عليه راح يكون يعني راح تحس بالبين ممكن يكون وممكن يكون تندرنس بنفس الوقت ولكن انا اللي يريدته انه نفهم فكرة تندرنس انه يعني من اضغط عليه ممكن يزداد الالم وممكن هو مو مؤلم لما نضغط عليه يصير مؤلم فهذه الفكرة فا اه من علامات يعني اللي هو التحاب باللونج اه بالتندن اوف لونج هاد اوف بايسيبس انه يكون تندرنس ويعمل اه كربيتس كربيتس معناته انه لما نتحرك الارم يعني ارامد شولدر جويند فراح يعمل اه صوت مثل فرقة عايش فرقعات فهذا معناته كربيتس ليش لانه قاعد يصير اكو احتيكا وقاعد يصير اقول انه انفليم انفليم يعني معناتها ملتهف فراح يسبب عندي هذا الصوت طبعا احنا بالا يعني انه نتعرف على اشياء فقط نتعرف ناخد فكرة عنها اما التفاصيل فمو شغل الانوتومي يضيني التفاصيل كثيرة تفاصيل كثيرة ناخدها كتب خاصة عن الكلينيكال براكتس ولكن عمليا انه احنا يكون ادنا فكرة عن البايسيبس تاني دايتس شنو معناته لانه هاي الاشياء بالعادة اللي يطرحها الانوتومي اللي يطرحها مور تكون كمان ولطيفة انه نتعرف عليها النقطة الثانية راح تكون يعني هذا التندن راح يطلع من مكانه راح يطلع تمام المكانه ممكن يكون جزء يمكن يكون كلي يعني يطلع من المكانه بشكل كلي خلاص انه او انه يكون يعني راح يطلع من مكانه فارشالي فاكيد جدا واكيد راح يعمل دس اه دسترابشن او دسترابنس لي اه لي الفانشن اوف بايسيبس طيب اه ادنا الحالة الاخيرة راح تكون اللي هو رابتر اوف تندن اوف لونج هاد اوف اه بايسيبس بريكياي رابتر شنو معناته يعني راح يتمزق راح يتمو فقط يتمزق يعني ممكن يتمزق بشكل كجزء لا انه راح ينقطع اصلا رابتر فلاحظ انه راح يصير هنانا هذا التكتل هنانا البيسيبس هذا اه صار اهنانا لانه هذا انقطع تماما فهذا المكان اللي موجود بالموجود بالتندن اوف لونج هاد اوف بايسيبس فانقطع تماما وصار هذا التكتل طبعا هو بينفول جدا ولكن اعتقد هذا الشخص يعني تحت الانستيجيا تحت المخدر البند هالله يقدر انه سمح لهم يصوروا اصلا فانه هو بينفول جدا وبالعادة يصير عند الاشخاص اللي يكون عمرهم فوق الخمسة وثلاثين سنة وبالعادة ايضا يصير عند الاشخاص اللي عدهم يعني سابقا صاير عدهم ايضا يكونون هما سبتبل اكثر يعني مؤردين اكثر للاصابة بالرابتور اوف تندن اوف لونج هاد اوف بايسيبس بريكي اي اه النقطة الثالثة على ما اعتقد هذي صارت نقطة ثالثة اللي هو البريكيال ارتري انجريز اه المشاكل او الاصابات اللي تصير بالبريكيال ارتري عدنا نقطة اللي هو الانترابشن اوف بلود اللي هو الانترابشن يعني انه راح نقاطع البلود بلبركيال ارتري او هيموستيس هيموستيس تفرق عن الهوميوستيس هوميوستيس معناتها ايكولبريوم معناتها بلانس اهنانا لا اهنانا معناتها ايقاف الدم يعني معناتها انه هيموستيس او هيموستاسيس حسبك يلفظوها لفظين انه معناتها انه اوقف الدم اوقف النزيف يعني معناتها سواء كان مانيوالي يعني بشكل مانيوال انه مثل ما قام شوفها دخال ايده او بشكل سيرجيكال يعني انه تدخل جراحي اذا ما نشوف انه هاي النقطة بالضبط اللي طبعا هذا دكتر او يعني اي شخص يعني انه يقدر يخلي ايديه هنانا ويعرف انه وين يخلي ايديه حتى شنو حتى يوقف النزيف يعني لا نفرض انه اني عندي مشكلة هنا عندي قطع اهنانا او قاعد يصير ادي مشاكل جوز بالراديال او اولنر اه ارتري فانه اللي قاعد يصير قاعد اكون نزيف نزيف انا شنو اللي اسوي انه اريد اوقف باعتبار انه انه ممكن اعمله اصلا يعني من السيرفس اوكي فانه انا رح اخلي ايديه هنا حتى اقاطئ الدم ما اخلي الدم ينزي ما اخلي الدم يعني يصير هومورج يعني احاول اوقف شكرا ما اقدر الهومورج فهذه الطريقة بهذا المكان انه اخلي ايديه حتى اعمل انترابشن للبلودفلو اف اه بريكيال ارتري اه اما الحالة الثانية وهي النقطة المهمة طيب انا الان عملت انترابشن للبلودفلو لبريكيال ارتري لبريكيال ارتري طيب الان شن رح يوصل للدم لنفرض انه القطع صار هنا انا اوكي القطع اكو انجري هنا انا سواء كان قطع جزئي كلي المهم انه اكو انجري هنا انا بالنسبة للي هاضا الارتري الابريكيال ارتري. طبعا الاجزامير او الالسكولد boostur رح يتخلي ايدا هنوانا حتى يمنع البلودفلو. ما رح يمنع البلودفلو رح يكون اكو poblaciónination population around the هوم flashes طبعا اللي ما يعرف listing collateral circulation رابط على يمين الشاشة رح يفسر له اول ذكر يعني اول مكان ذكرنا بي مهذا معناة فإنه معناة مرور الدم يعني ياخد طريق ثاني طريق مختصر طريق ثاني طريق ثاني يعني طريق غير عن الطريق الأساسي طريق فرعي خلي نقول فالآن الدم رح ياخد طريق فرعي من عن طريق عن طريق أو او الانفيريور. اه فحسب يعني من? طبعا ذني كلهم مو حسب يعني ذني كلهم ممكن يدخل من ادهن. اه ولكن اكثر شي اكيد البروفاندا اه رح يعني يمر من ادهن ومن خلالهم رح يوصل الى اه الى الفور ارم اوكي الى الفور ارم الى ويكمل وكأنه ما كو قطع اهنانا. ولكن حتى اني اساعدة على هذا الشي انه لازم اعمل للموجود بالبركيال ارتري. فهذا هو للبركيال ارتري. اه طبعا السورة لهذا الشي الهومرال فريكتورز اهنا ناخذه مسبقا انه المدهومرال فريكتور اللي راح يعني راح يكون بمنتصف اف вы هومرس شنو اللي راح يسوي هذا الانجري راح اه ممكن يعني اعمل انجري للراديال آه الراديال اه نيرف والراديال نيرف اللي موجود بالراديال ممكن يعني اعمل آه انجري يعني تمزق تمام يقطع تماماً الradial nerve هذا يعني لأنه هذا رح يكون حاد يعني أو أساساً أثناء الكسر يعني ممكن هذا يكون صار عدة حادث فأحنا أخذنا هذا الشيء مسبقاً فالمهم أنه صار عدة حادث وإن كسر عدة الهيوميرس رح يسبب injury للradial nerve هذا النوع من الفركتور هنسمي mid-humeral الآن هذا الفركتور is not likely to paralyze paralyze معناته أنه يشل أو يعني معناته من أنه عضلة ما يوصل لها nerve supply فنقول أنه هذه العضلة صار بها paralysis يعني ما وصل لها nerve supply يعني معناته العضلة ما قاعد دعمل contraction paralyze the triceps because of the high origin of the nerve nerves to two of its three heads يعني أنه معناته أنه القطع أو الكسر الكسر اللي قاعد يصر يعني mid-humeral fracture الكسر اللي قاعد يصر في متصف الشفق للهيوميرس ممكن يسبب injury للradial head للradial nerve يسبب injury للradial nerve بالradial groove ولكن هذا مو معناته مو معناته لازم يعني آآ أنه أو أو مو دائما مو دائما يسبب أنه آآ يعني يعني شلل للترايسبس السبب لأنه الترايسبس يعني الradial nerve يزودها من بدايته من بدايته من بدايته لهذا السبب أنه إذا انقطع بالمنتصف بمنتصف الهيوميرس فهو يكون أساسا زودها قبل أن ينقطع فمو معناته أنه إذا شفتنا يعني هي هاي المعلومة يعني يريد يوصلها أنه مو معناته إذا شفت أنه البنشنت الترايسبس مثلا ما تمكن يكون عاملة كونتراكشن قوي مثلا آآ فمعناته أنه الترايسبس أنه يعني معناته أنه الradial nerve مو مقطوع بهذه النقطة لا ممكن يكون مقطوع بهاي النقطة لأنه أساسا آآ ما لا علاقة يعني أنه إذا زودها بالانرفيشن هو أساسا مزودها من البداية يعني من بداية دخولها للأرم هو مزودها بالانرفيشن فمعناته يعني القصد أنه إذا شفناها عاملة كونتراكشن مو معناته أنه هذا انديكيشن أنه ما صار عندي راديال آآ نيرف انجري لا ممكن يكون عندي انجري للراديال نيرف وهي عاملة كونتراكشن عادي هاي الفكرة يعني اللي حاب يوصلها آآ النقطة الأخرى قدنا آآ الهيومير الفركتر طبعا اكوفركتر اللي نسمي السوبرابيكون دايلر فركتر اللي هو الفركتر راح يكون بالدستل آآ تقريبا يعني دستالي بالهيوم رس فرح يكون هذا الفركتر متى ما قاعد نشوف هذا الفركتر نسميه سوبرابيكون دايلر فركتر آآ هذا الفركتر أوكي شن اللي راح يسبب آآ the actions of the brachialis and triceps هي العضلة اللي راح تكون ديب للبيسيبس اللي هي الفلكسر أوكي الماني فلكسر of the arm and the triceps tend to build distal fragment over the proximal fragment يعني اللي راح يصر شنو انه مثل ما قاعد نشوف هذه ال proximal fragment وهذه الدستال فرغمانت من الهيوميرس فشنو اللي راح تسبيه راح تجذبها أوكي يعني ال brachialis والترايسب ستنتر راح يجذبا هذه الجزء فما راح تنقطع يعني ما راح تنفصل ال arm بهذا المعنى لأنه احنا العظمة الاساسيين كسرت بعد ما كوا عظم يعني قاعد يربط ذني ل two fragments فانه راح يصير يعني راح تصير الباقي الفلكسر والاكستنسر راح تصير مثل يعني انه راح تعلق اوكي اتعلق ال distal end of the humerus مع اه مع ال proximal fragment distal fragment مع ال proximal fragment of humerus any of the the branches of brachial brachial vessels يعني كل هن ذنيم ممكن يعني يكون يعني ممكن يكون المعرضات لأي فممكن يكون قطع هنانا بال بال بالالنر باي يعني اي قاعد تمر من هاي النقطة بهذا المعنى فهذه اخذنا two types of fractures للهيوبراس وعرفنا انه شنو مالتهن ننتقل الان الى النوع الثالث من او الرابع على متقصر او الخامس اللي هو انجري للمسكولو كيوتينيوس نيرف طبعا احنا مو فقط المسكولو كيوتينيوس نيرف اللي مربي الارم ولكن بالنسبة للراديال بالنسبة للميديان انه شغلهم ما رح يكون على الارم بشكل اساسي فاحنا مرح يعني فكرة انه شنو اللي رح يتسبب هذا الشي رح نعرفها بعدين افضل فاني صراح حبيت انه اتركها بعدين حتى نكون احنا فاهمين موجودة بالفور ارم حتى نصير عرفين انه شنو الانجري للراديال اه نيرف بالضبط شنو رح تكون شو رح نعرف انه اكو راديال نيرف انجري وميديان اه نيرف انجري والاخره فحبيت اتركها بعدين طيب الان اذا صار ادي انجري للمسكولو كيوتينيوس نيرف سواء كان هذا الانجري انه قطع بشكل كامل مثلا او انه اه بشكل جزء ممكن يكون كومبريشن على ممكن يكون اي سبب يعني ممكن يكون يعني السبب من الروت فاي سبب ممكن يكون يعني اي السبب اي خلي المسكولو كيوتينيوس نيرف غير شغال اه رح يسبب عندي بهذه الكلاث نقاط اللي هي اه بريكياليس واكيد الكاركو بريكياليس داني المسلز اللي هو مسؤول عن الانيرفيشن بالنسبة الهن كل هن رح يعمل طبعا حسب قلت انه مثلا اذا هذا المسكولو كيوتينيوس اه نيرف انه انقطع تماما او توقف يعني الانيرفيشن تتوقف تماما فايكيد رح يعمل لذني لذني الثري مصولز اه ويكي فلكشن ماي اكر انضاء غلينو هيوميرال جوينت طبعا احنا البيسيبس والكاركو بريكياليس الثانيات اني ساعدا بالفلكشن بالنسبة للغلينو هيوميرال جوينت يعني للشولدر جوينت فممكن انه المسكولو كيوتينيوس نيرف اذا انقطع او صار بمشكلة فممكن يسبب ويكنس بالفلكشن اوف ارم طيب يعني معناته الفلكشن اوف جوينت او الفلكشن اوف شولدر جوينت طيب رح يصير بالفور ارم والبروني السوبينيشن ايضا رح يصير له اه يعني رح يصير له ويكنس ولكن مو ينقطع تماما نوت اه بط نوت لوست يعني يعني اني ابقى اقدر اسوي يعني اذا قطع عندي المسكولو كيوتينيوس نيرف تماما اقدر اسوي فلكشن للفور ارم ولكن يعني الراوند شولد اه الراوند جوينت اه ليش انه انه البركيو رادياليس عندي عندي اه موجودة يعني فلكشن موجودة بالفور ارم مو حدا من ادهن البركيو اه رادياليس اه فلهذا السبب انه مرح تنقطع يعني الفلكشن والسباينيشن ايضا اكو سوبينيجتر مصل اه هنا موجودة فايضا انه مرح يصير قطع تماما او مرح يصير توقف تماما والسباينيشن والفلكشن بالنسبة للفور ارم ديش كثل ما قلت انه اكو عندي فلكشن وسباينيجتر موجودة بالفور ارم هذا اللي يضيني يعني اللي مفروض اخلي بالي حتى افهم انه لما يصير اندي لما يصير اندي قطع بالمسكولو كيوتينيوس نيرفو اقدر اعمل فمو معناته فلكشن ضعيف مو معناته دائما او ما يعني بالضرورة انه المسكولو كيوتينيوس اه مسكولو كيوتينيوس نيرف شغال او شغال بشكل جزء ممكن يكون قطع تم لكن انا اقدر يعني استل اقدر انه اعمل او اعمل سوبينيجن ولكن الشي المؤكد انه ملوز اوف فونكشن للبايسبس والبراكيالس والكاراكو وبركيالس فاني رح اصير افحص داني المسكولو عن طريق البلبيشن انه اكيد لما اني ان قطع عن هنا الانيرفوشن البلبيشن معناته رح يكون اه سوف جدا يعني انه ماكو اي كونتراكشن فهذا الانديكيشن اللي رح استخدم حتى اعرف انه اكو مسكولو كيوتينيوس نيرف انجري بهذا المعنى طبعا الهنان انتهى عندي الفيديو اتمنى اكون فيديو لطيف خفيف عليكم مكان كبير اوكي اتمنى هذا الشي اه ان شاء الله اه يعني مكملين ومستمرين بالابرلم وان شاء الله رح يكون بعد ادنى محاضرة اخيرة عن الابرلم اللي هي الرفيجن رح نشوف بها الصور حقيقية عن الجسم البشري رح تكون الرفيجن نمبر فور عن الابرلم بشكل عام نلتقي بفيديو اخر موسيقى